السلام عليكم هذا الفيديو أكمل به سلسلة أسئلة المسطحين سلسلة أسئلة المسطحين هي سلسلة بس تعرض بها أسئلة جماعة الأرض مسطحة وبجاوب عليها ونبدأ من السؤال الأول إذا دققنا في نموذج كرويت الأرض المفروض أن مدار الأرض حول الشمس بيضوي أو إهليجي وهذا يعني أن الشمس تقترق وتبتعد بين الفصول يعني المفروض أن يكون فيه فرق بحجم قرص الشمس على مدار السنة وانت قلت يا باسل بعدة فيديوهات أن حجم قرص الشمس ثابت فكيف تفسر هذا التناقض في نموذج كرويت الأرض في البداية أنا كنت دقيق بكلامي في الحلقات الماضية لأنني قلت حجم قرص الشمس ثابت تقريبا وقلت تقريبا لأني ما كنت حابة أدخل في التعقيد اللي رح أشرحه الآن يوجد بالفعل فرق بحجم قرص الشمس بين الفصول فلو دققت في كتب الرصد الفلكي رح تلاقي حجم قرص الشمس من 31 إلى 32 دقيقة قوسية الدقيقة القوسية هي وحدة قياس كم يغطي الجسم من العين يعني على فرض أن الجسم غطى درجتين من مجال رؤيتك فحجم الجسم يكون درجتين قوسيات إذا غطى نص درجة يكون حجمه 30 دقيقة قوسية الدقيقة القوسية هي جزء واحد من 60 من الدرجة يعني 30 دقيقة هي نص درجة وكثير من هوات الفلك سجل قطر الزاوي للشمس وتبين إلهم أنه متغير ما بين 31 إلى 32 دقيقة قوسية طيب هذا كلام إنشائي جميل بس وين إثباتك على هذا الكلام؟ هاي تجربة من قناة روسية لقياس القطر الزاوي للشمس أخذت صورتين للأرض واحدة بتاريخ 14-8-2019 واللي هي تكون الأرض بعيدة عن الشمس 31-11-2019 وفيها الأرض تكون قريبة من الشمس صورت الصورتين بتلسكوب عليه فلتر شمسي علشان يكون قرص الشمس واضح وضبط الصورتين فوق بعض على الفوتوشوب وفعلا كان فيه فرق بين الصور حيث أن القرص الأسود هو الشمس في شهر 8 والقرص الأبيض هو الشمس في شهر 11 فيه فرق واضح للكل وهذا الفرق صغير جدا لأن الفرق أساسا بين أبعد نقطة الأرض وأقرب نقطة الأرض هو أيضا فرق صغير أبعد نقطة الأرض هي 152 مليون كيلومتر وأقرب نقطة الأرض هي 147 مليون كيلومتر الفرق هو 5 مليون كيلومتر واللي هو 3% المفروض الفرق هو 3% لكن صديقنا الروسي ما قاس من أبعد نقطة بالضبط قاس بفارق شهر وهذه قلص الفارق لـ 2.7% الآن نضرب هذا الرقم في عرض الصورة في شهر 8 والمفروض يطلع عرض الصورة في شهر 11 عرض الصورة في شهر 8 كان 3665 بيكسل لما تضرب بالنسبة اللي حسبناه فوق تطلع 3764 بيكسل وتطلع مطابقة تماما لعرض الصورة في شهر 11 لاحظ أنه نموذج كرويت الأرض مش بس توقع أنه حجم الشمس تغير خلال الفصول لكن أعطاني النسبة بالضبط وهذا يثبت دقة نموذج كرويت الأرض خلنا ننقل السؤال على جماعة الأرض مسطحة هل تقدر الأرض مسطحة يتفسر ليش تغير حجم الشمس عبر الفصول؟ طبعا لا لأنه أصلا مفروض حسب نموذجهم الشمس يتغير بعدها في اليوم الواحد لحوالي 5 أضعاف يعني هذا الشكل المفترض لغروب الشمس بينما الواقع يحكي لنا أنه حجم قرص الشمس ثابت طول اليوم ويتغير تغير بسيط على مدار السنة والتغير مطابق تماما لحسابات نموذج كرويت الأرض كيف قدر الرئيس الأمريكي نيكسون من عمل مكالمة مع رواد الفضاء في رحلة أبو الهدعش من خلال التليفون الأرضي وإذا كانت فعلا رحلة أبو الهدعش هي أول رحلة للقمر ليش صورة الأرض من القمر موجودة خلف الرئيس نيكسون أثناء المكالمة علشان نعرف كيف قدر رئيس نيكسون يحكي مكالمة مع رواد الفضاء بدي أبسط نظام الاتصالات مثلا انت حكيت مكالمة مع صديقك تليفونك يرسل إشارة راديو لأقرب برج اتصالات برج الاتصالات يرسل الإشارة لبرج اتصالات القريب من الشخص الآخر من خلال ثلاث طرق إما من خلال الألياف الضوئية أو الأقمار الصناعية أو شعة المايكرويف مش هذا هذا وبرج الاتصالات الثاني يرسل الإشارة للتليفون من خلال أشعة الراديو نعيد العملية بشكل سريع من التليفون لبرج الاتصالات من برج الاتصالات الأول لبرج الاتصالات القريب من الشخص الآخر ومن برج الاتصالات للتليفون الثاني هذه العملية بشكل مبسط الآن ننتقل لمكالمة الرئيس نيكسون التليفون الأرضي يرسل إشارة لمركز الاتصالات Mission Call Center من خلال الأسلاك مركز الاتصالات يرسل إشارة من خلال الكابلات ممدودة تحت البحر لمحطة ساتلايت معروفة باسم MSFN الساتلايت يرسل إشارة للقمر من خلال موجات الراديو فجوابا على السؤال كيف قدر يحكم مكالمة الرئيس نيكسون مع رواد الفضاء من خلال التليفون الأرضي أكيد ما كان التليفون الأرضي موصل بسلك من الأرض للقمر بل مر بعدة محطات لنقل الإشارة من التليفون الأرضي للCall Center للMSFN للقمر هذا الجزء الأول من السؤال والسؤال الثاني هي كيف تكون رحلة أبولو 11 هي أول رحلة للقمر وصورة الأرض من القمر معلقة وراء الرئيس أثناء المكالمة الحقيقة أن رحلة أبولو 11 هي أول رحلة بشرية لسطح القمر لكن في رحلات بشرية حول القمر قبل رحلة أبولو 11 حيث أن هذه الصورة التقطت من رحلة أبولو 8 لما أرسلوا رواد فضاء في رحلة حول القمر بس ما هبطوا على سطحه وهذه الصورة توضح مسار الرحلة فوجود صورة للأرض أثناء المكالمة مع طاقم رحلة أبولو 11 أمر طبيعي لأن الصورة من رحلة أبولو 8 الغريب أن هذا السؤال تكرر كثير في قنوات جماعة الأرض مسطحة سواء ختلة أو ريالتي تودي أو الجبان الأكيد لماذا لا ينتشر الغلاف الجوي في الفضاء؟ يعني نحن نعرف طبيعة الغازات هي الانتشار بشكل عام وتحتاج جسم صلب لتمنع انتشار الغاز فمثلا المطاط في بالون الهيليوم يمنع الهيليوم من الانتشار خارج البالون فكيف الغلاف الجوي منتشر في الفضاء بالرغم أنه ما في حاجة صلب يمنع من ذلك علشان نفهم هذا الاشي بدنا نتعرف كيف تتصرف الغازات بوجود قوة تأثر عليها في مثال البالون البالون بيغ غاز مضغوط هذا الضغط أعلى من ضغط الهواء في الخارج وفرق الضغط هذا رح يشكل قوة تخلي الغاز يحاول يخرج من البالون في المقابل المطاط والضغط الخارجي يحاول يبقي الهواء في الداخل لهيك أول ما يتمزق هذا المطاط الهواء في الداخل ينتشر بسرعة مثال ثاني المصباح القديم المصباح القديم هو مصباح مفرق من الهواء من الداخل ولأنه مفرق من الهواء في فرق بالضغط بين خرج المصباح وداخله لكن قوة زجاج المصباح تمنع الهواء من الدخول للداخل لهيك بس ينكسر المصباح الهواء يدخل للداخل بسرعة الآن نيجي للغلاف الجوي الغلاف الجوي هو تجمع الغازات فهو يعتبر به ضغط داخلي عالي والفضاء عبارة عن فراغ المفروض فرق الضغط هذا يخلي الغلاف الجوي ينتشر في الفضاء الحقيقة الكلام يبين منطقي لأول لحظة علشان نحل هذا اللغز بدنا نعرف وين حدود الغلاف الجوي وهي هي النقطة اللي غابت عن بال لطرح السؤال الغلاف الجوي ما تقدر تحط إليه حد معين لأن الفضاء أصلا ما تقدر تعتبره فراغ تام بل فيه ظرات متطايرة وبكثافة منخفضة جدا والغلاف الجوي كلما بتعت عن الأرض اتقل كثافته يعني كثافة الغلاف الجوي على سطح الأرض 2.7 في العشرة 16 ذرة في السنتيمتر مكعب بينما على ارتفاع 60 ألف كيلومتر يوصل بس 70 ذرة لكل سنتيمتر مكعب وعلى بعد 350 ألف كيلومتر يعني حول بعد القمر يوصل 2 بالعشرة ذرة لكل سنتيمتر مكعب والفضاء كثافته 1 بالعشرة ذرة لكل سنتيمتر مكعب فصعب تحط حد فاصل تفصل بيه بين الغلاف الجوي والفضاء لأنه ما فيه رقم يفصل بينهم فبعض العلماء يعتبروا القمر ضمن الغلاف الجوي وبعضهم يعتبر نهاية الغلاف الجوي على ارتفاع 10 ألف كيلومتر الخلاصة لا يوجد حد فاصل تقدر تقول بيه إنه هذا هو نهاية الغلاف الجوي طيب طيب الغلاف الجوي مش محدد سمكه شو علاقته بسؤالنا؟ إذا قسمنا الغلاف الجوي لعدة طبقات وقسنا القوة المطبقة على كل طبقة ننلاقي أول طبقة ذو الكثافة العالية عليها ثلاث قوة الأولى الضغط الداخلي للغلاف الثانية هي الضغط الجوي واللي هي وزن الغلاف الجوي لفوق الطبقة والثالثة هي الجاذبية يعني وزن الغلاف ذاته بالرغم إنه الكثافة عالية يعني إنه الضغط الداخلي عالي لكن في قوتين معاكسات عكس الضغط الداخلي لذلك يظل مستقر نيجي للطبقة الثانية ذات الكثافة المتوسطة مبدئيا كثافتها أقل من الطبقة الأولى فالضغط الداخلي يكون أقل ومعه أيضا قوة الجاذبية تقل لأنه ابتعدنا عن مركز الأرض وأيضا الضغط الجوي يقل لأنه عدد الطبقات الغلاف الجوي فوقه صارت أقل يعني كل القوة متعاكسة لذلك رح يظل مستقر الآن الطبقة الثالثة كثافتها شبه معدومة لذلك الضغط الداخلي شبه معدوم والجاذبية منخفضة جدا ولا يوجد ضغط جوي لأنه آخر طبقة فباختصار الغلاف الجوي ما ينتشر في الفضاء لأنه كثافته تقل كلما ارتفعنا لا يصير هو ذاته بكثافة الفضاء ولأنه في قوة معاكسة لانتشار الغاز اللي هي الجاذبية قبل ما أني هذا الفيديو اعملنا جروب فيسبوك للنقاش حول موضوع شكل الأرض رح أكون متواجد بالجروب وارد على مشهوراتكم وتعليقاتكم رابط الجروب في الوصف اشتركوا في القناة